ينبغي للمسلم أن لا يعرج في هذا الشهر الشريف على غير عمل الآخرة ولا يدخل في شيء من أعمال الدنيا إلا إذا كان ضروريا وينبغي أيضا للمسلم أن يجعل شغله بأمر المعاش في غير رمضان وسيلة إلى الفراغ للعبادة في شهر رمضان ومن المعلوم أن شهر رمضان شهر مبارك على المسلمين وفي اليوم السابع عشر منه كانت وقعة بدر وهو يوم الفرقان يوم التقى الجمعان وفي رمضان كان فتح مكة المشرفة ودخول الناس في دين الله أفواجا وفيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر ومن أدركها وعمل فيها بطاعة الله 12 سنة مثلا كان بمثابة من عاش في طاعة الله ألف سنة فينبغي للمسلم أن يخص العشر الأواخر منه بمزيد إقبال على الله ولزوم العبادة وإن أمكن المسلم أن لا يخرج من المسجد في هذه العشر إلا إلى ما لا بد منه فليفعل